السلامة شاهدتكم بكولكم بألف صحة وبخير سأعطيكم كل عادة بفيديو جديد و وصفة جديدة وصفتنا اليوم سيكون مصلي بك عبر السردينة لنحضر معها خبز في الدار و نتعذب مع بعضنا الطريقة التحذير والمقادير اول حاجة بش نعملها بش نحضر الخبز بش نخليه يرتاح في عقله خديد ترتل فارينة على 150 مليلتر ماء مغارفة صغيرة ملح مغارفة صغيرة سينوج اربع مغارف كبار زيت زيتونة اول حاجة بش نعملها بش نحضر الخبز بش نحضر الخبز بش نحضر بش نحضر الخبز بش نحضر على شيرة بش نحضر عليها مغارفة صغيرة عصر و بش نزيدهم شوية ماء دافي بش نحضر زيت زيتونة كي ما قلت لكم اربع مغارف كبار متاع ماكلة زيت زيتونة بش نقعد نخدم فاكل عجينة بالباهي بش نملول بش نلمها رمان ببعد بش نعجينها بالباهي حكاية عشر دقائق حتى نتحصلوا على عجينة تكون متماسكة بتبيعه في المرحلة هدي زيتا ما ننسيوش الملح والسينوش وبالنسبة للسينوش كان ما تحبوشي روت نجمه تستغنائه عاديه تعملوه معناها خبز عادي وبالنسبة لي نحب السينوش في الخبز اكا علاش معناها حتيت بالباهي والعجينة بش نقد نخدم فيها ميني موما عشر دقائق حتى نوين تحصلوا على عجينة تكون متماسكة ما تتلسقش في اليد وفي نفس الوقت تبدأ سوبر وبالتبيعة كيف نخدم في العجينة كان استحقيتها ناقصة مياه وكنزيدها بشوية بشوية وبالنسبة لزيت المياه ما نقول لكم ما تزيدوش كمية كبيرة سينو نجمه وتتغشو هذه العجينة اللي تحصلت عليها بشن خليها ترتاح غطيتها بابيو سولوفان وبشن خليها ترتاح ساعة كاملة والوطن اللي العجينة متانية قاعدة ترتاح بشن نحضرها من بعضناك عبر سردينة خطيت بصلها متوسطة قصيتها جويدة خطيت زادة اشتر ربطة مع نوس حتيت كمية سردينة اللي عندي بصل شايح ملح فلفل لكحل كوركم فلفل احمر ريسة شايحة تابل وكروية نعناها شايح وبش نحط زادة ملح باقي الشايح كإضافة زادة بش لك عبر منتان يجيون موزوزين حتيت هريسة عربي ودوب شوية زيت نباتي بش نخلط بيها كل فحات الكل وذو ما لك عبر منتان كيف قاعدة انفوح فيهم على فكرة تخلطوا المكونات وتبدو تعركوا معناي بش كل المعدنوس وكل بصل معناي يذبالو بالباهي وكيما تشوفو حسيتها ناقصة شوية توازبيز زيت شوية فلفل احمر وبش نضيف بالعظمة بالعظمة بش نشوف الخليط متى قداش يستحقلي في نالمان استحقيت زوز عظمات كيما تشوفو في الخليط بعظمة بركة كلي يابس بارشة كيزيتو العظمة الثانية ولا ليسافا وحتى الكعبورة كيف بش نشكلها بش تبدو مطاعم هيش كلي كيما قولو احنا تتفتفت كيما تشوفو تقاعدا نشكل في يوم يتشكلوا بكل سهولة ثم بقالي كمش نحط نقلي لك عبر مدى في الزيت زيت بتبيع سخنته من قبل على النار حامية وبعد كيف الزيت تسخن واللي توتيت على الجاز بش يتيبو لي بالباهي معنا ما ياخدوا ليش لون غامق فيسة ومن الوسط يبدو نيين وذيالك كمية اللي عملتها متاع لك عبر الكل ما شاء الله طيحت لي سحن باهي في نفس الوقت عددت ساعة كيما تشوفو الخبز متايخ مر في راحتو كيما تشوفو فيه الضعف في الحجم طيبش نشكلو مع بعضنا الخبيزات بالنسبة لي ارتال فارينا طيح لي ثلاثة خبزات كيما طابونة موش خبز طابونة جوزت حبيت نعملو الشكل متاوم دور وكما تشوفو الخبزات متايبش نحلهم بالقلقال او كاسهل نحلهم دورين ونستاعين معناه بالقلقال بش ما ياخذوا ليش معناه برشا وقت كل خبزة بش نشكلها بش نحوط على البلاتة ومتاع الفور حتيت فوق منه بابي كويسان والخبز متاي دخلتوا على فور مساخا من قبل على ميتون ثلاثين درجة النار الفقانية والوطانية في الثلاثة نحوط نحضر عن بعضنا المصلي خليت لاثة كعبة بتاتا قصيتهم كيكارون دلات فواحتهم دوب شوية ملح وبش نحوط نقليهم في الزيت بالنسبة لي الفور اللي عندي ميتا يبش الحاجة فيها هيك عليش البتاتا نحبذ اني نقليها ملول بش ما تاخليش برشا وقت فتاتي زادة اربعة فصوص متع ثوم كل فس قصيته على ثنين حتيتوا الكاكا عشوائيا نخليت زادة بصلة متوسطة قصيتها كيكارون دلات وبش نحوط البصلة ذاكا فوق البتاتا حتيت زادة الكعب رمتانة اليقليناهم بش نحوط زادة ثلاثة كعبة تماثم كل كعبة قصيتها في اثنين وطاو بش نجيوا مع بعضنا للتفويح بش نعمل هكا كيما السوس الحمراء وبالنسبة لي المصلي اللي يكون معناي بالحاجة بحرية ديما نحبه نعملو احمر لحقيقة ما نحبش نعملو ازعر وبتبيع عن تماء وحاس بالرغبة بالنسبة للسوس كيما تشوفوا بش نحضرها بطريقة سيلة على الاخر خديت مغارفة كبيرة تماثم معجونة اربع مغارفة كبيرة حسب تقريب زيت زيتونة حتيت زادة الملح بصل شايح سيبولات كركم فلفل احمر فلفل اكحل شوية بالكل تاب المفوح سينوت نجمو تستغنو عليه وبش نحط زادة شوية كليل وزعتر توبش نحطو بشوية ماء وبالنسبة للسوس متاع المصلي اللي يكون بالكعابر اي نوع معناي متاع كعابر دي ما حطو بزايد ماء على خطر الكعابر هذوكم بعض يشربو المرق توبش نخلط اكسوس هديكا بالماء وقلات تتبيلة بش لفحت الكل يتجانسوا بع بعضهم وكا اضافة تفكرتها توب زيت شوية فلفل شايح وقلات هروس وزيت زادة مثوم الشايح كيما تشوفوا ديها السوس متانة بش نحطها عالمصلي الكل توبش نزيد نشال للصحفة زيتها كشوية ماء بالنسبة لكمية متاع الماء اذيكا هي معناي ما زيتاش كيما نشوفو فيها كمية كبيرة وبش نكتفي معناي بالقدرة ذاكا عالجنا بعندي بسلة دي ما نحب نحط بسلة من الفوق نحسو يفوح وبالنسبة المصلي قد ما تحطو في بسلة قد ما من بعد يجيكم بنين وتلقاوا معناي بش شاي تاكلوا عالجنا بخضيت اربع كرون فلفل كل جرن شاقيته في الوسط وملحته دوب شوية بش ما يجينيش ماست في الهاتناية ذا الخبز متايا خليتو بالضبط عشرين دقيقة خرجت حسيلو الخبز وديريكت حتيت المصلي في الفور كل عادة على فورم ساخن من اقبل على ميتون وثلاثين درجة نال الفوقنية واللوتانية خليتو بالضبط نص ساعة والدرجين اللخرانين حتيتو تحت شوية بالضبط بش خدالي هكا لون مزيئ كما تشوفوا ذا المسلم تانا في طبق تقديم ماشاء الله جاي بنيني عم ستة سين كيف بالحق قد ما نقول لكم بنا وشوية جربوه وقولولي على رأيكم في التعليقات عملتم معه زادة خبز دياري حسيلو زوز جاي وماشاء الله فكنا نكونوا صناع مع بعض نهاية الوديو متانا بالنسبة لليوم توقع لي كيف شغل لكم بسلامة في امان الله وشرا ملتقانا فاصل في تخرين ترجمة نانسي قنقر